لا تعرف ميليش الحوثي الإرهابية من السلطة سوى الجبايات التي ضاعفتها لمستويات فوق طاقة المواطنين وإضافة القمع والترهيب على أبسط الأسباب والمبررات بما فيها محاولة فرض الاحتفالات الصاخبة بالمولد النبوي على الطريقة الإيرانية تنفذ ميليش الحوثي حملات لإجبار التجار على دفع الجبايات وتعليق الأقمشة والأضواء الخضراء في محاولة لتقليد ما تمارسه إيران فقط وليس له أي تأصيل تاريخي يربط هذه المشاهد الصاخبة بالمولد النبوي فضلا عن عدم وجود أصل تاريخي للاحتفال بالمولد نفسه حملات الجبايات والقمع والترهيب الحوثية لإجبار الناس على الاحتفال بالمولد النبوي تأتي بعد إلغائها الاحتفالات بالأعياد الوطنية وأخرها عيد الوحدة بدريعة تقدير المشاعر الإنسانية لأطفال غزة وعندما يريد الحوثيون فرض احتفالاتهم الطائفية رغم ترتيباتها المبالغة يتجهلون مشاعر أطفال غزة ويمرون فوق جثامين وأنات ضحايا السيول في المحويت والحديدة وحجة وصنعاء بحثا عن خرقة خضراء يرفعونها باسم النبي ومولده بينما كان أبناء المحويت ينتظرون وصول الطائرات المروحية لمساعدة المتضررين من السيول الجارفة في ملحان أرسلت لهم ميليشي الحوثي ظروفا معمدة بتهديدات لإجبارهم على دفع الجبايات دعما لاحتفالات عبد الملك الحوثي مشاعر القهر والحزن إزاء هذه الممارسات الحوثية أصابت حتى أولئك الذين يدعمون الميليشيا حيث يجدون أنفسهم عاجزين في أوقات الكوارث عن مساعدة أهالي محافظاتهم بينما تستخدمهم الميليشيا في تجنيد المقاتلين وفرض الجبايات التعصفية والاحتفالات الطائفية